اشتركوا في القناة امام الامبراطورية الرومانية ومن ذلك الوقت حتى يومنا هذا الجميع يسأل سؤال ماذا لو انتصرت قرطاجة على الامبراطورية الرومانية هذا السؤال جف بالي وانا اقارن بين الحرب التي دارت بين الامبراطورية الرومانية والامبراطورية القرطاجية او الفينقيين والحرب الدائرة بين الكيام المحتل والفلسطينيين خصوصا في اغتاقسه ماذا لو انتصرت قرطاجة سؤال مبهم لكن في الوقت ذاته يشرح لنا الكثير من مقولة التاريخ يكتبه المنتصرون هذا السؤال الذي حير الكثير من الناس السبب الاساسي للحرب التي دارت بين قرطاجة والروم هو المصالح التجارية بالعامية اهل قرطاجة كانوا عايشين حياتهم لا يفكروا في الحرب لا يفكروا في النزاع لا يفكروا في الكتال همهم الاساسي هي التجارة البينية بينهم وبين الامم الاخرى لكن وكعادة المحتلين الامبراطورية الرومانية ادركت ان الخطر يكمن في التجارة الناعمة في الاياد الخفية في الحرب التجارية لذلك سعت مرارا وتكرارا لعدم بروز قرطاجة كقوة تجارية في العالم القديم وهذا ادى الى ظهور حنبال او هانيبال المضحك في الامر ان هانيبال ارتبط اسمه ببراتيكول غريب وعجيب لدى جيش الاحتلال الصهيوني الجميع سمع عن هذا البراتيكول وللمصادفة تم تفعيله بشكل كبير وواضح ضد اهل غزة او ضد المقاومة الفلسطينية منذ السابع من اكتوبر الفين وثلاث وعشرين بعد ثلاثة ايام بالضبط راح يدخل العام الجديد وبهذا المناسبة وقبل لا اهني اسأل نفسي سؤال ماذا لو انتصرت غزة ايش اللي يحدث لو وضعنا المقاربات اهل غزة كانوا عايشين في حالهم يحبوا الحياة متعاونين ودودين فيهم الرأفة والرحمة وجميع الصفات الانسانية الجميلة فوجؤوا بعدوان غاشا لا يفرقوا بين بشر وحجر بين كبير وصغير بين انت وثكر لا يفرق اله من القتل مستمرة وهائجة كامواد من البحر متلاطمة ونعيد ونكرر نفس السؤال ماذا لو انتصرت غزة كيف سيكون شكل التاريخ وكيف سنتعامل مع اهل غزة هل سنخابهم هل سيزورون التاريخ كما زورت روما التاريخ هل سيصبغون العالم بألوانهم كما فعلت الامبراطورية البريطانية هل سينشرون مبادئهم وافكارهم مثل ما فعلت الثورة الفرنسية كل هذه الاسئلة سئلت من قبل قبل 2500 سنة سئلت حين خسر اهل قرطاجة قد يقول القائل ان المقاربة بين اهل غزة واهل قرطاجة في مقابل اهل الامبراطورية الرومانية والاحتلال الصهيوني مقاربة خاطئة لكن عزيزي ارجع للتاريخ ستجد الكثير من المشتركات اهل قرطاجة كانوا امنين في ديارهم فغزاهم العدو الروماني واهل غزة خصوصا واهل فلسطين عموما كانوا امنين في ديارهم حتى فكر ذلك المستعمر الاوروبي في مقاسمتهم ديارهم وخيراتهم واحلامهم وتاريخهم وثقافتهم وللمرة الاخيرة اسأل ماذا لو انتصرت غزة اما ان مواقع التواصل الاجتماعي تفرض نوع من التقييدات على المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية اذا عجبك المحتوى ادعمنا بلايك ومشاركة المحتوى مع من تحب واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات وايضا قم بدعم كل المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية لانها قضية كل العرب والمسلمين والبشر طابت اوقاتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر